آلاف الأسر في العراق نزحت خارج مدنها والسبب هذه المرة ليس العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وإنما تردي الخدمات الصحية والتعليمية في مناطقهم المستعدة ونقص الماء والكهرباء والأمراض المتفشية فيها وما زادت طين بلة استمرار مماطلة الحكومة بدفع التعويضات المالية التي وعدت بها أهالي القتلى وأصحاب المنازل والمتاجر والمعامل والورش الصناعية المدمرة ليتمكنوا من إعادة إعمارها والاستقرار في مناطقهم عملت مع التعويض مع المحلات التي تهدمت واشتعلت زايدا البضاعة طبعا البضاعة مبلغ كبير غراح كلته هسا تبقى أنا قلت لهم بس هاي بعد ما أريد المالة البضاعة لأنه ما أريد كثبت لهم شيء ما أريدونه يعني متعبة مبلغ كبير وكل راحث بقى تعجيب فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء خليه يجوني الشعون بقى بس على مودة اللي يتهدم على مودة اللي يشتعل ويعوضونه على مودة المحل على مودة المغزن على مودة محل اللي أخي عندي وبالرغم من أن مجالس محافظات المناطق المستعادة شكلت منذ وقت طويل فرقا خاصة بعمليات مسح ميداني للأضرار وأصدرت قوائمه بأسماء المشمولين بالتعويضات إلا أن أعداد من استلموا هذه التعويضات تكاد لا تذكر الأمر الذي اعتبره الكثير من العراقيين استخفافا بهؤلاء المنكوبين ومآسيهم طالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية بصرف مستحقات عوائل متضررة منهم اللي متضرر محالاته أو بيوتهم أو السيارات أو اللي عدهم شهداء أو عدهم يعني أشخاص متضررين جراء العمليات العسكرية لأنه هم هواية يعني تعبوك ومن العالم معاملاتها صار لها سنة أو أكثر من سنة فهي كلها معرقلات من تروح لفلان دائرة يدي زيك الدائرة فلانية من الدائرة هاي لتحول لفلان دائرة فهي كلها هاي معرقلات وهم ومن طالبين شيء غير حقوقهم وتتفاقم المعاناة والمأساة عندما تتعلق هذه التعويضات الحكومية التي لم تتحقق حتى اليوم بذوي القتلى ضحايا العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة والذين بلغ عددهم نحو أربعين ألف قتيل بحسب صحيفة الانديبندنت البريطانية نطالب الجهات المعنية بتسهيل المهام للناس اللي عندهم شباب اللي عندهم شهداء وتسهيل أيضا المعاملات اللي تأخرت عندهم مثل توفق يعني تسهيل التعويضات للبيوت والسيارات والمحلات وإلى أن يعوض المنكوبون حكوميا عما فقدوه خلال الحرب من أرواح وأموال وأملاك يبقى هؤلاء رهينة صحوة حكومية صحوة يشكك الكثير من العراقيين في تحققها في ضوء مشاريع التغيير الديمغرافي التي تحدثت عشرات التقارير عنها والفساد والصراع الحكوميين الذين باتا ينخران ما تبقى من جذور العراق